اشتركوا في القناة الكاناري الصحراوي وهو جمعية تضم مواطنين من الصحراء وجزر الكاناري بشدة احتجاز جبهة الفوليساري لشابة صحراوية تحمل الجنسية لإسبانيا منذ الصيف الماضي بمخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر في انتهاك للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحرية تنقل الأشخاص وعبر المنتدى الكاناري الصحراوي ومقره الاسبانماس عن استنكاره الشديد لحرمان الشابة محجوب محمد حمد الداف 23 سنة التي تحمل الجنسية لإسبانيا منذ سنة 2012 والمحتجزة رغما عنها في مخيمات تندوف منذ الصيف الماضي من الحرية وحملة مسؤولية هذا الفعل لقادة الفوليساريو وقالت هذه الجمعية غير الحكومية إننا نعيش اليوم حالة جديدة لاحتجاز شابة صحراوية بمخيمات تندوف التفاصيل في تقرير لفتح الأمين ربيع الطفولة بين أحضان عادات وتقاليد غربية في سن الطفولة محجوبة ابنة بتبني لأسرة غير مسلمة هكذا أراد لها ليس القضاء والقدر بل إرادة نظام تبنى جبهة وأشبعها شيوعية انفصلت الفتاة عن أسرتها لسنوات واليوم 23 سنة محجوبة بجواز إسباني قررت زيارة ذويها تنتهي العطل وعند العودة تقع المفاجأة تحتجز الفتاة قسرا وتمنع من العودة إلى الديار الإسبانية لتبدأ معاناة كانت قد توقفت لسنوات محجوب حمد الداف يبدو أن عائلتها الأصلية لم تعي الأمر إلا بعد مرور 23 عاما وحيث غابت الأسباب وملابسات الاحتجاز تبقى كل الاحتمالات واردة وبين رغبة العائلة في الإبنة وحق الفتاة القانوني في التنقل بحرية خصوصا إلى أرض ضمنت فيها جزءا من حقوقها يبقى فعل الاحتجاز ومصادرة حرية التنقل جرم صدرت لردعه قوانين وتحركت منظمات حقوقية بدول العالم لمحاربته ومحجوب ليست حالة شاذة فغيرها كثير ممن حرموا حرية التنقل وإن اختلفت الأسباب وهنا تحضرنا حالة مصطفى سلمسيد مولود حالة لا زالت تستنجد منظمات آدانها صاغية وإقامات جبرية للعشرة ممن جانبوا الصواب وخالفوا جبهة بوليساريو أما محجوبة وإن حالفها الحظ اتعارض احتجازها واستمرار المساعدات الغذائية التي جاوزت المليون يورو فقط لجهة بالينثيا فهل تساوي حرية الفتاة هكذا مبلغ أم أن فلذات الأكباد لا تذكر إلا بعد العشرين جهويا وفي الشأن الفلاحيين طلقت أمس بالجماعة القروية لتغاجيش فعالية النسخة الحادي عشر من مهرجان موسم التمور الذي تنظمه جمعية موسم التمور بتعاون ودعم مع المجلس الجماعي لتغاجيش ووكالة الجنوب وذلك تحت شعار واحد تغاجيش مقومات حضارية وتاريخية ومجال سياحي واعد التظاهر ترمو التعريف بالمنتوج المنطقة من التمور وبحث السبوري تطويري وعصرنة الإنتاج والتسويق حافظ محضر ومحمد باريس جماعة تغاجيش تحتفي بموسم قطاف التمور التي تنتجها واحد هذه المنطقة القروية حدث يتزامن ويحياء نسخة هذه السنة من مهرجان التمور الذي تنظمه فعاليات محلية بغيات التعريف بمختلف الأصناف التي يذيرها نخيل المنطقة أصناف ذات جودة عالية يحرص المنتجون على عرضها في أروقة هذا المعرض هذه السنة تحقات مجموعة من الأهدف أولاها أنه لا نحط في الرواق ديال هذا المعرض كان هناك مجموعة من تعاونيات سواء ديال الطمر أو تعاونيات ديال العسال أو تعاونيات ديال الكوسكوس أو تعاونيات الحلويات هذه من بين المسائل كذلك الهدف ديال التحقات أنه هذا العام أنه الطمر كانت بطمر جيدة أنواع جيدة وكذلك عدد كبير الزوار الذي ظهروا هذا العام يعني زوار كثير بفضل هذا المهرجان يعني المنطقة ككل كتعرف واحد حركية اقتصادية يعني مهمة جدا السواح أما بدأوا كيتوافدوا على المنطقة يعني يالله البداية ديال الموسم اليوم يعني بدأ التلاقة ديال الموسم الذي سيستمر إن شاء الله حتى اليوم السبت غرفة الفلاحية دايما شارك في هذا المعرض موسم الطمر بتغجج بجوائز تحفيزية لأحسن منتج الطمر وقصد من هذا الجوائز هو تجيع الفلاح فعاليات هذا المهرجان السنوي تتيح لهؤلاء المنتجين والعارضين فرصة للقاء وتبادل الخبرات خاصة في مجال تنمية وتثمين منتوجهم من الطمور فضلا عن إبراز الجهود التي بدلت على مستوى الرفع من جودة هذه المنتجات الواحية منتجات تعد أحد دعامات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق القروية والتظاهر ارتعنا من خلالها أنها تكون واحدة مناسبة للتعريف وترويج المنتج والتعريف المنطقة والمنتجات المحلية التي تعريفها المنطقة هذا من جانب من جانب آخر أنه بغينا نخرق منطقة التعريف كمنطقة سياحية خاصة السياحة الإيكولوجية والسياحة المرتبطة بالواحد بالنسبة لأنواع الطمور التي كانت عادوا هنا كينبو فقوس وكينجه وكينبو سكري ومجموعة الأنواع الأخرى التي كانت تسمع عموما بالسير وبالنسبة لهذا المعارض يشكل لنا نقطة بيع فيها المنتجات الموسم هنا هو الفضاء والتعاونيات باش يعرضوا المنتجات ديالهم ويتعرفوا على تعاونيات أخرين باش يستفدوا سواء يستفدوا من تجربة ديال الناس اللي نشحين في الميدان تم على مستوى إقليم ديالقلم على غيران الأقالي الأخرى اللي في الجنوب ديال المغرب إنشاء مجموعة دات النفع الاقتصادي ديال اللي تسمت تومور وادنون هذه المجموعة دات النفع الاقتصادي إن شاء الله هي الهدف منها هو تتمين من تجربة ديال التومور وتسويق دياله وإن شاء الله عما قريب بتمويل من وزارة الفلاحة سيتم إنشاء واحدة ديال التبريد وتخزين ديال التومور بالمنطقة تتواصل وانشطة وفعاليات هذه التظاهر الفلاحية على امتداد أربعة أيام البرنامج العام يتضمن عقدة لقاءات تحسيسية وعروض وكذا فقرات فنية وتنشيطية فعاليات زامت في جاع هذه المنطقة القروية في نفس السياق وعلى هامش فعاليات الدورة الحادي عشر من موسم التومور بتغاججة القروية أقيم حفل بالمناسبة تخللت عروض تنشيطية الحفلة تم خلاله توزيع العديد من المساعدات الاجتماعية على التلاميذ المتمدرسين بالوسط القروي وكذا تكريم مجموعة من الأطر التربويات مناسبة أيضا تم خلالها تسليم مجموعة من المعدات وتجهيزات الرياضية دعما للأنشطة ومختلف الفعاليات الرياضية بالمنطقة أما بالداخل فقد نظمت جمعية الريان لمحاربة داء السرطان والتكافل الاجتماعي بشراكة مع عدد من الفاعلين في الحقلين الصحي والمدني حملة تحسيسية حول داء سرطان الثدي والسبول علاجها البزيد من التفاصيل حول الموضوع مع حامد الرزي ومحمد الدس مجموعة من الجمعيات والفعاليات الطبية وتلاميذ وخير رجون معهد العالي لمهان التمريض في مسيرة تحسيسية بساحة الحسن الثاني نوحات حملت وشعارات رضدت خلال المسيرة التي تأتي في إطار حملة تحسيسية تهدف إلى التنبيه لمخاطر سرطان الثدي مع التأكيد على أهمية الكشف المبكر عن المرض الذي يحصد ضحايا قطر بسبب الإهمال وعدم الكشف عنه في وقت مبكر من هذا المنبر نشكر كل ما شارك في إنجاح هذه المسيرة وهي اسمنا مسيرة الأمل لأن الكشف المبكر تعطيه 100% الأمل للعلاج المسيرة التي أطلق عليها اسم الأمل شملت توزيع مطويات تحسيسية تنبه الجميع إلى مخاطر المرض مع إمكانية العلاج إن تم الكشف عنه مبكرا وبمدينة المرصة نظمت جمعية إرشاد لحماية المستهلك لقاء تحسيسية لفائدة التلاميذ المؤسسات التعليمية حول موضوع التغذية محمد المصطفى خيّة عبدالله المحمود خلال هذا اليوم التحسيسي لجمعية إرشاد لحماية المستهلك مرصة لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية تم التطرق لعدد القضايا ذات الصلاة بضرورة توفير تغذية متكاملة ومتوازنة لفائدة الأطفال وتراعي ظروف السلام الصحية المعمول بها في هذا المجال ارتهت جمعية إرشاد لحماية المستهلك أن تقوموا بيوم تحسيسي بشاركة مع المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وبعض المتدخلين من خلال عروض وأنشطة تثقيفية وبهذا المناسبة نشكر جميع الذين حضروا معنا وجميع الذين دعمونا في هذا النشاط شاركت هنا لأدعم هذا النشاط وأساعد في توصيل فكرة للشباب لتكون عندهم أفكار جيدة ومثقفة في خلال المنتجات التي يجب أن يستهلكونها جيت اليوم لهذا التجمع باش صفت شوية من كيفية تغذية وبزافة أشياء أخرى وصفتنا كيفش نخصوصي لتنا وعطونا تكرمنا على شيء ما كنا نعرفها وفرحنا بزاف ويدخل هذا اللقاء التواصلي بالمرصد من الاستراتيجية المتبعة من لدن فعاليات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال لتوعية الجميع بهذا الغرض وكذا الحث على ضرورة الاستشارة الطبية عند حدوث الدرار في أخبار الوقفة الاحتجاجية نظم مجموعة من آباء وولياء أمور التلاميذ بالعيون وقفة احتجاجية أمام النيابة الإقليمية للتعليم بالمدينة يطالبون من خلالها بمنح أبنائهم الموافقة لمواصلة دراستهم بالتعليم العمومي بعد أن رفضت النجابة حسب تعبيرهم إعطاء الموافقة للتلاميذ المعنيين لكونهم استفادوا من إعادة التمدرس ولا حق لهم في العودة إلى سلك التعليم العمومي لمتابعة الدراسة بالتعليم الثانوي التأهيل بحسب المحتجين إلى الشأن الاجتماعية حيث أعطيت بطنطان الانطلاق الفعلية لدروس برنامج محو الأمية والتربية الغير نظامية بالعديد من المراكز المختصة بهذه العملية المزيد في الريبروتاج حافظ محضار عبد الرحيم حاج بهذه المدرسة الابتدائية توضع الانطلاق الفعلية لبرنامج محو الأمية والتربية غير النظامية شروحات وفية قدمة الوافد رسمي حول هذه العملية على مستوى الإقليمة تضمنت معطيات إحصائية يستفاد منها أن عدد المستفيدين من البرنامج يصل إلى أربعة ألاف من النساء والأطفال منهم ثلاثة ألاف وسبعمائة وثمانية عشر ضمن فئة برنامج محو الأمية المناسبة تم خلالها توزيع الكتب والأدوات المدرسة على هذه البئات المستهدفة نقرأ الحمد لله القرى العظيم ونقرأ الكتب وكل شي نقرأ الحمد لله مولان ما كنا قاعد نعرفه اللي في أوعدنا كل شي نقرأ ونحسبه وليه قاعد شي ما نعرفه نقرأ حمد لله مولان يا ربي حمدينك ما رقونا القرأة هذه كان نقرأ وعرفوا جولتنا عرف واش قالوا ونقرأوا إحنا وعرفنا قرينا باش نصالوا وعرفنا الورق ديال بضو ديال لما الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا كرمنا بهذا القرأة اللي طرح المسلمية كاملة اللي ما كان يقرأ عادي يقرأ وليكبر كان في لحظة بعيدة الحمد لله وله عنده القرآن قريب منه وما خالق شي الحمد لله ما وفروا علينا والله ينصره بعد إنجاز حملات حسيسية مكتفة بجميع الأحياء المدينة لا سيما الأحياء الهامشية بالوسطين الحضاري والقراوي يتم اليوم إعطاء امتلاقة برامج محل أمية والتربية غدامية حيث تم فتح مجموعة من الأقسام سواء بالبرنامج العام المؤتمن من قبل وزارة البعطانية أو ببرامج القطاعات الحكومية كما تم فتح أقسام خاصة بالتربية غدامية تهديف إلى إرجاع الأطفال من قطعين الدراسة وأعطاهم فرصة ثانية لتمدرس الوفد تفقد بهذه المناسبة أيضا مراكز أقرى بالمدينة تقدم دروسا في إطار برنامج محو الأمية بالمساجدة فضلا عن أقرادة بعلم صالح التعاون الوطنية تستهدف أعدادا كبيرا من المستفيدين ومن فئات عمرية مختلفة أخر مستجدات الأقالم الجنوبية من خلال الصحف الوطنية الصادرة يوم غد في تقرير لمحمد نوار نستهل قراتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الجمعة من يومية أخبار اليوم المغربية التي كتبت قامت جبهة البوليساريو باعتماد حالة من الاستنفار لأجهزتها الاستخبارات والإعلامية وقواعدها الناشطة عبر مختلف المواقع التي تتحصن بها وذلك لإثارة البلبلة وخلق حالة من عدم الاستقرار فيما يخص قضية الصحراء وأوضحت أخبار اليوم المغربية في باقي تفاصيل هذا الموضوع أن الاستراتيجية الجديدة جاءت نتيجة الركود والياس الذين أضحت قيادة جبهة البوليساريو تعيشهما منذ مدة وذلك لتلاف الأوضاع المشحونة بمخيمات تيندوف بالترابي الجزائري يومية الأحداث المغربية عادت في عددها ليوم غدين الجمعة لتسلط الضوء على انتفاضة الشرطة الجزائرية على السلطة وكتبت رجال الشرطة الجزائريون حاصروا مقر الرئاسة الجزائرية احتجاجا على أوضاعهم المزرية والمطالبة بتحسينها هذا بعد أن اعتصموا يوم أمس الأربعاء أمام مقر الحكومة للمطالبة بمقابلة رئيس الوزراء عبد المالك سلال لعرض مطالبهم وكشفت الأحداث المغربية بأن محاصرة الشرطة الجزائرية لمقر الرئاسة الجزائرية جاء بعد مسيرة جابت شوارع العاصمة وانتهت باعتصام أمام مبنى رئاسة الحكومة احتجاجا على ما أسموه ظروف العمل القاسية بحسب مراسل وكالة الأناظول وتعد هذه الانتفاضة الأولى من نوعها في تاريخ البلاد لرجال الشرطة والتي انطلقت شرارتها يوم الاثنين الماضي من محافظة غردايا جنوب البلاد التي تشهد مواجهة طائفية متكررة بين الأمازيغ الإباضيين والعرب المالكيين منذ نحو 11 شهرا وتسبب هذا في سقوط عدد كبير من الجرحى في أوساط أعوان الشرطة يومية المساء عادت لتسلط الضوء من جديد على فيروس إيبولا وذكرت بأن وزير الصحة الحسين الوردي كشف على أن المغرب لا يمكن أن يعرف تفشي الوباء بالشكل الذي ينتشر في بعض الدول الإفريقية مشيرا إلى أن المغرب اتخذ مجموعة من التدابير الاحترازية من أجل الكشف المبكر عن أي حالة محتملة وذكرت المساء بأن وزير الصحة ذكر بأنه تم تزويد جميع الطائرات التابعة للخطوط الملكية المغربية بكاميرات حرارية تراقب الحالة الصحية للركاب عن بعد إضافة إلى إحداث مختبرات بمعايير دولية للكشف والتشخيص ومن يومية الأخبار نختم جولة الصحفية عبر جديد الصحف الصادرة يوم غدنا الجمعة وجاء فيها شنت مصالح الشرطة التابعة للمنطقة الأمنية الإقليمية للطنطان حملة ضد السيارات التي تستعمل قنينات غاز البطان عوض الوقود المعتاد بعد تنامي هذه الظاهرة بشكل ملحوظ مما يهدد سلامة المواطنين وذكرت الأخبار بأن مصادر أمنية فادت عددا من السيارات التي أدخل أصحابها تغييرات على مستوى نوعية الوقود المستعمل بتعويض مادة البنزين بغاز البطان لما تتيحه هذه العملية الممنوعة قانونيا من خفض تكلفة الاستهلاك رغم ما تشكله من خطرة على حياة مستعمل تلك السيارات وركابها وسلامة المواطنين مما تطلب شن حملة أمنية لمحاربة هذه الظاهرة التي أصفرت عن حجز ست سيارات والاستماع إلى مالكها انتقلت إلى المرحومة الغالية محمود والحبيب عن سن تناهز 59 سنة الفقيدة تنتمي لقبيلة ايتوسا اي تيدر تغمض الله الفقيدة بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته والهم ذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون أما الآن فنصر الفقر اليومي الخاصة بأحوال التقصر يومي غد إن شاء الله هو التي تشير إلى أن الأجواء ستعرف مظور بعض السحب العليا بالمنطقة أما الرياح فستهب ضعفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 15 درجة بقليميم و22 درجة بأوسرت أما درجات الحرارة العليا فتتراوح ما بين 25 درجة بكل من الداخل الطرفاية سيدي وفني و37 درجة بأوسرت حالة البحر بالواجهة الأطلسية قوية الهيجان لها إجاء على العموم شرق الشمس غدا إن شاء الله بمدينة العيون على الساعة السابعة وست وخمسين دقيقة أما الغروف فسيكون على الساعة السابعة مساء 18 دقيقة درجة الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا 34 درجة بنواكشوت 27 درجة بنواذيب 37 درجة أيضا بسويرات أي سناني و30 درجة بتندوفة بالعاصمة الرباط 27 درجة قبل الختام نذكر مشاهدنا الكرام ما الذي يمكن من فاته متابعة نشرة الأخبار الأيام السلسة الماضية متابعتها على موقعنا على الانترنت السينارشيف ويما كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذا عتي العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي لاستشاري للشؤون الصحراوية كوركاس فوان كوم كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف لاندرويد وذلك بالتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وغوغل بلاي كما تلتقون غدا بإذن الله مع إعدة لهذه النشرة على قناة المغربية جمعة مباركة لكل مشاهد قناة العيون الجهوية وفي المنا içinde موسيقى اشتركوا في القناة مشاهدة الكرام مرحبا بكم وسهلا في جلسة جديدة ان شاء الله من مجالس الصحراء هذه الجلسة ان شاء الله اللي نشد فيها اخبار المدينة والبادية وكيف يعرف الجميع